أحمد بن محمد أبو مجيب الولي الصالح المجذوب نزيل زاوية الصالح الكبير سيدي عبدالسلام الأسمر هذا الفتوري في ليبيا في بلدة أزلتين على نوع مرحلة من مصراتة حيث ضريح ليبيا حيث ضريح الشيخ زروق توفي عام 1974 أحمد بن خضراء الولي المجذوب دفين مكناسة الزيتون واحتفل في البناء عليه وعليه حربة كبيرة حاله حال الغائبين وعليه سمة المحبين له كرامات كثيرة أخذ عن سيدي محمد الشرقي توفيه 1075 أحمد السايح الولي الكبير دفين القليعة من فاصل أندرستوف في عام 1076 قاسم بن أحمد بن عيسى السقياني المعروف بابن اللوشة دفين الضفة واد الرضم من بلاد أصغار من الغربش الولي الشهير بالبهلول المتبرك به وله أتباع وطوائف يؤكدون شدة الرحلة لزيارته شد الرحلة لزيارته ولهم اجتماع على الذكر والسماع كان مولها تصدر مولها تصدر عنه مخالفاتهم ما حكوا عنه أنه قتل نفسه توفيه عام 1077 شون قتل نفسه يعني؟ يعني كلا دواب الغلط؟ لا الله أعلم الطريقة شكلها إيه بس لا يجوز لأحد أن يقدم على هذا الأمر محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله السوسي أصلا من شاء العارف الكبير في تونس إيه والله لهم وكاشفاته وكرماته كان يقول أني أرى الأدب مع الله تعظيم من ولاه من الملوك بما لا يخالف الشرع وكان يوصي بكتب السير ويرجحها على كتب التصوف قال لأن فيها سيرة الصحابة وكتب التصوف فيها سيرة أولياء وشتانة ما بينما توفيه عام 1079 عائشة العدوية صاحبة المزارة والحرم الشهير بمكناسة الزيتونة الولية البهلولة المجذوبة المحبة العاشقة كانت هائمة غائبة في النبي صلى الله عليه وسلم توفيت عام 1080 يعني زي الملائكة المهيمين اشتركوا في القناة